السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميليني وان شاء الله نشترك معكم وصفة المسمن والملوي بطريقة سهلة بدون تعرض وان شاء الله يعجبكم اتفضلوا معايا فاشتفوا تفاصيل الوصفة بسم الله على بركة الله لتحضير هاد الوصفة غنحتاجو الدقيق الفينو وهو سميد الرطب لسهمو الاكستخافين هنا احتاجت تقريبا 300 جرام ولكن تستعملو الكيمياء اللي بغيتو هالطريقة هادي يعني ممكن استعملو كيمياء ديال الفينو كتيرا مش مشكل احنا استعملت البن ومعلقة صغيرة ديال البيكاربونات ومعلقة ديال الملح وكنخلطو مزيان هنا استعملنا الدور ديال البن والبيكاربونات هما غادر طبولينا ان شاء الله العجينة والبن كيعطينا واحد لما داقة زوين وكيعطينا واحد رطوبية لهاد العجينة والبيكاربونات مني كتلقها مع الحوامد يعني كتلقها مع مثلا البن او الحامض او البرتقال الحامض اللي هو الليمون كتتفاعل معاه وكتعطينا رطوبة هشاشة وفي نفس الوقت كتخمر لنا غي شي شوية مشي بزات لانا هنستعملنا غي معلقة صغيرة يعني في كمية كبيرة ديال العجينة اه إلا بغينا يعني تخمر لنا بالنسبة لكميات يعني كل نصف كيلو كنضيفو ليه معلقة صغيرة وكل كيلو كنضيفو ليه معلقة كبيرة عامرة ديال بيكاربونات البيكاربونات هي مالحة شوية يعني لستعملتوها كتملح لنا يعني نعرضو البن ما نديروش الملحة كتيرة وما تخافوش منها لاناني انا كنستعملها مدة طويلة هادي والحمد لله اه يعني امينة ان شاء الله كيف ما كتشوفو معايا دبا اه كنخلط مزيان البن مع هاد سميد الرطب كنخليه ارتاح عشرة ديال دقايق كيف ما كتشوفو معايا حتى كيشرب البن هالطريقة هادي كتجينا العجينة رطبا وما كنحتاجوش ندلكوها ما كن يعني غي كنجمعو العجينة كنجمعوها مزيان وكنخليوها ترتاح هنا كيف ما كتشوفو معايا كنضيف هنا اه هدا ممكن استعملو الفورس هدا غي اه يعني الفارين سومي كومبليت ولكن انا غربلتها يعني بحالة تقولوا اه الفارينة اللي كنسميوها في المغريب اه الفارينة اللي كنت من نوع جيد را كتجيب المسم من زوين عنا شي مرات كنت كنجيبها اه معايا من المغريب اه كنت كتجيب كنت كنعجنها بوحدة ما كننضيف لها حتى شي حاجة غي كنغربل لها كنزول من هادي كنخالة اه الغليدة صافي اوكن اوكن عجن بيها انا فيت مني نزلت وحد الفيديو كنت استعملتها هنا كيف ما كتشوفو معايا صافي غادي غي نعجنها حتى ينجمعها مزيين انا غادي نعجنها كيف ما كتشوفو معايا غي بيد وحدة بحالة غي كنجمعها يعني كن ندخل فيها دقيق صافي وغدا نخليها ترتاح كيف ما كتشوفو معايا صافي ها هي جمعات صافي كيف ما كتشوفو معايا هي رطبا يعني ما كنحتاجو لن دلكوها لاتشي حاجة هادي نغطيها ونخليها ترتاح اه من نصف نصف ساعة حتى لساعة يعني ما شي بزاف هاد الطريقة هادي ما كنحتاجوش نخليها ترتاح بزاف كيف ما كتشوفو معايا انا سديت عليها في هاد العلبة هادي اه خليتها ساعة ودبا بسم الله غدا نشكل كويرات كيف ما كتشوفو معايا اه الكويرات من الاحسن تخليهم انا ما كانش عندي الوقت ما خليتهم شا ارتاحوا اه ولكن تميلة كان عندكم الوقت يعني ممكن تخليهم واحد ثلاثين دقيقة ارتاحوا اه باش كتجينا ساهلة في يعني باش كنا نقدروا نجبتوها وما كتقطعش لينا لكن غي جربو هاد العجينة هادي الطريقة هادي ان شاء الله غدا تجيكم سهلة وما غدش اه بالنسبة الناس لي ما كتبغيش اه لان المسمن كي بغي دليك بزاف وكي اللي مسكين ما بقاش عنده يعني الجهد باش يبقى يدلك انا هاد المسمن هاد غالبا هاد اللي بازبداء وهذا اللي بالفينو والفوروس يعني كنحضره غيم لي كي يكونوا جين عندي الضياف يعني ما كنحضرهش دايما المسمن اللي كنحضره مرة مرة هو دي الخميرة البلدية اللي غدا نتشارك معكم ان شاء الله الفيديو الماجي سافي كيف ما كتشوفوا معيا لجينة ارقيقة انتو ما كيفاش كتجبد ولا خليتوها ارتاحت را ما تتقطعش بالمرة هي هي ما تخليوها شكت للسق يعني مليت عجنوها خاصة ما تكون شكت للسق وباش دهنتها دهنتها بالزبدة اللي ضوبت وخلطتها مع شوية دي زيت الزيتون غي انا دبا هنا كيف ما كتشوفوا معي ما ضفتش بزاف الزيت الزيتون والزبدة يعني غيش شوية كنت هنا غيش شوية مشي بزاف صافي كنتنيها بهالطريقة هادي بهالطريقة هادي كيجينا المسمن مورق مني كان كن كن نحضر المسمن غالبا مني كيكون عندي الوقت كن كن نجرب غيبو حديثة كن كنتك نطيح على شي طريقة نتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم هالطريقة هادي نخلي لكم ان شاء الله روابطة دي المسمن اللي كنت نزلت من قبل من بعد ملويت المسمن كامل بالطريقة هادي اللي شفته معايا صافي كان عاد كان بداء اه نحضر دبا المسمنات والملويات هانتو ما كيف ما كتشوفوا معايا انا حضرت هاد الكيميا كاملة لانان خاصني نوجد واحد الكوتي اهنا كرش بوحد شفية ديال سميدة يعني مشي بزاف حتى في الواسط راني رشيت المسمن مقيت عقله وش ملتها لكم وللا سميدة ضروري انا كرش سميدة اي شي شفية ماشي بزاف باش ميجيكم ش ناشف لانا مني ما كنكونوا ما مستعمليش كيميا كبيرة ديال الدهون الى اكترنا سميدة لداخل كي جينا ناشف السميدة اللي كنستعمل لداخل هي سميدة شوية رقيقة شوية غليدة السميدة اللي كنستعمله في الحرشة هي اللي كنا نستعمل صافي وهدو الملويات هدو هدو اللي لويت هاكده بملويات هالطريقة هادي حتى هي زوينا حتى هي كي جي بها الملوي مورق من الداخل صافيغي هي واحدة نصيحة مهمة ما تقرسوش بزاف الملوي لانا مني كي تقرس بزاف كي جي يرقيق وناشف كي بغيش يتقرس بزاف حتى هدو النوح هدو اللي كنديرو فيه طبقات كتيرة من الاحسن ما ترقوشو بزاف يعني كتخليو شوية غليد باش كنحافظو على ذك آآ ذك الطبقات اللي كتكون فيه وخاصة اني كنكونو يعني مقرسينو بالزبدة الزبدة وزيد السيتون ارا كي يجي بنين هنا كيف ما كتشوفو معايا غي كن نزل يعني المسمناه الملوية كنقلبها مباشرة باش ما كي تخسرش ليه يعني الوجه ديالها طافي هانتو ما كيف ما كتشوفو معايا كي يجي مر آآ مفروق يعني محلول كي يجي اللون ديالو ذهبي غي هي واحد الحاجة مهمة جدا هي كتنقصو البطن زيانا نسمنا دايما كنطيبو على نار مهيلة يعني اكي يكون شوية رفيع يعني ما كيكونش رقيق باش كتدخلو الطياب لداخل وكي تنفخلينا من لداخل طافي هدي هي النتيجة نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفة وتسهل عليكم اكي يجيوني بزاف ديال الرسائل بغيت ووصفات سهلة وسريعة اتمنى ان شاء الله نكون عند حسن طن ديالكم وكنشكركم بزاف على الرسائل ديالكم رجزيكم الف خير وكنشكركم على التعاليق ديالكم وإلى وصفة جديدة ان شاء الله هنا غا نخلي لكم ان شاء الله اخر هاد الفيديو الجوج ديال الصور ديال الفيديو القادم ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام عليكم شكرا لكم